نعم أعزائي نكمل مثل ما قلنا تطلع عندك هاي الصفحة اللي هي صفحة الخاصة بيك لاحظ هنا صورتك وايكونة الرسائل والاشعارات طبعا هذه الصورة من تنقر عليها يطلع ملفك الشخصي سلح نوضحها وهذا في حالة انه تريد تضيف بحث جديد ايضا لح نوضحها وهنا عندك الرسائل والتنبيهات هذا اوبشن الرسائل والتنبيهات اللي تجيك وهذا الاشعارات اللي تجيك على الموقع مالتك طبعا هنا انا احبتي على الصفحة مالتك ايضا تظهر الابحاث اللي قاموا زملائك او من قمت بتتبعهم انت من الباحثين اللي هم مقاربين من تخصصك واتماماتك لحينشرون على صفحتك هنا ينزلون يعني البحوث مالتهم اللي ممكن انت انتقرها وتستفيد منها وتقدر تحملها اذا هي كاملة هسا يعني نعرف شون تكون عملية تنزيل البحوث اذا كانت من مجلات عالمية او انتناشرة اذا كانت من مؤتمرات المهم تذهب على صورة مالتك وتنقر عليها احبتي تنقر عليها تطلع لك صفحتك الرسمية الرئيسية طبعا بهذه الصفحة لح تطلع التفاصيل كلها بالكامل اللي انت ثبتتها لاحظة هنانا امامنا وهنانا لح نبدي نشرح هاي الاوبشينات بالسرة الاوفرفيو هذا احبتي يوضح يعني الحالة كلها اللي امامك وليسا لحن نشرحها ايضا بالتفاصيل هذا المقصود بي الريسيرت طبعا اسا اشرح هذني الشوال اللي حيكونن بس اكمل الاوبشينات هذني الاوفرفيو مثل ما قلنا هاي الحالة كاملة الريسيرت اللي هي البحوث اللي انت نشرتها الخاصة مالتك الاكسبرينس اللي هي الخبرات مالتك اللي انت ثبتها هنا اللي تنقر عليها والستيتس هاي الحالة او الوضع العام من تضغط عليها هذا المؤشر احبتي الستيتس يبين لك الوضع العام لريسيرت الخاص بيك طبعا عبارة عن مؤشر ستشوفه رينج يصعد وينزل حسب الاقتباسات والاسئلة والهذه سحوضح لكم اياها ان شاء الله فالوضع العام للحالة طبعا ما ريسيرت يرتفع هذا المؤشر يبدأ يصعد طبعا هو يأشر خلال فتر زمنية معينة فمثلا لغاية الشهر الثالث يأشر لك المؤشر اذا كان هو صعد او نازل حسب الفترات الزمنية ونشاطاتك الاخيرة اللي صارت قبل الشهر الثالث طبعا هذا المؤشر يرتفع كل ما زادت عدد الصيتيش المالتك يعني الاقتباسات من بحوثك كل ما زاد عدد نشر بحوث اضافية يعني كل ما نشرت بحوث اضافية من بحوثك يرتفع وكل ما زاد عدد القراء لبحوثك ايضا من الباحثين الاخرين ايضا يرتفع يرفع وكل ما وصوا القراء الاخرين ببحثك يعني من يدخل بحث اخر ويقرأ بحثك ويعجب هذا البحث ينتي توصية بقراءته يرتفع المؤشر للحالة العامة ايضا يساهم فيه رفعه هذه بالنسبة الستيتس والسكورس الاسكورس ايضا التوضيح هذا رقم احبتي يبين يعني جد انت حصلت يعني كرقم بالرسيرج غيت الخاص بك طبعا هذا الرقم يتوقف على حالتين عندك يعني شون يرتفع او يتضمن حالتين اللي هو رسيرج غيت سكور والأتش اندكس يعني منت فتحه تشوفه عن طريقة اثنين الرسيرج غيت سكور اللي هو الرقم حول الرسيرج غيت الخاص بك هذا يرتفع عندما يكون عندك نشر في بحوث يعني نشر بحوث اضافية يكون سايتيشن ايضا عالي مالتك تطرح اسئلة انت كثر الاسئلة اللي تطرحها للاخرين يعني توجه التساؤلات والاخرين يجابون يصير اكو تفاعل عندما تجاوب انت على اسئلة زملائك اللي هم متابعيك في مجال اختصاصك عندما يزيد عدد المتابعين والقراء لأسئلتك وإجاباتك ولبحوثك كل هذه الرقم او السكور اللي حيرتفع وعندنا الفقرة الاخرى اللي ترفع السكور اللي هي الاتش اندكس يعني هذي يأتي طبعا من الاقتباسات اللي يصير عندك كل ما كانت الاقتباس يعني اكثر من بحوثك كل ما يرفع الرقم مالتك ويزيده بشكل كبير وهذا عندك اخر واحد اللي هو ريسيرتش يوفولو يعني البحوث مالتك اللي متابعة من قبل الاخرين يبين لك اش قد ومن اللي متابعة هنا انا احبتي الوفرفيو نعود الها طبعا لاحظ اكو هنا يعني هس هاي الواجهة اللي امامك هي اوفرفيو فبمجرد ما انت تنقرها يعني تطلع هاي الواجهة امامك بيها نافذتين نافذة الاباوت مي والنافذة الكورينت افلييشن اثنيانات هين بيهن لاحظ احبتي اثنيانات هين ايدت فانت نبدي على النافذة اللي على اليسار اللي هي الاباوت مي هاي يريد معلومات من عندك مجرد ما طبعا هاي المعلومات هي مسجلة صحاليا من قبلي لكن بالبداية ببداية تسجيلك لح تكون فارغة فانت شو تسوي حتى تمليها شو تنقر على فقرة ال ايدت على زر ايدت يطلع لك خيار لاحظ حبتي سنقرن طلع لك خيارات يقول لك ايدت انترادكشن ايدت لانجويتز ايدت ديسبلاينز و ايدت الاسكولز وال اكسبيرتايز مالتك المهارات والخبرات فمن تضغط على ال ايدت انترادكشن لح تبدي انت تطلع لك الانترادكشن ويطلع لك في المستطيل فارغ وتبدي تثبت ب اهتماماتك بيجد تهتم في مجال الهيومان مثلا في مجال الهيومان ريسورس مانجمينت و ما هي اهتماماتك بهذا الموضوع وشنو بالقطع السياحي وكذا وكذا وفي مجال الستستينبل توريزم والستستينبل ديفلوبمينت وهكذا فتاخذ فالانترادكشن بسيط يعني سطرين او ثلاثة وتكتب وتكتب ايدت على الانترادكشن لحين زلكية تختار تيجي على اللانجوج ايدت لانجوج ترجع مرة ثانية ايضا ايدت وتضيف الانجوج ويقول لك اللغات اللي انت تتكلمها لح تقول العربي والانجليزي وبعد ذلك تختار ال ايدت ديسبلايس هذه التخصص ماتك الرئيس شنو فثبت هنا الهيومان ريسورس مثلا مثلا مثبت هنا الموارد البشرية بعدين ايضا تختار الادت سكول انت كسب اكسب شنو المهارات والخبرات اللي انت وتبدي تكتب لحظاني يعني كل ما يخطر على بالك والقريبة من تخصص تكتب لحظاني هنا كاتب 30 مهارة وخبرة لان كل ما تكتب اكثر احبتي العلاقة بتخصصك والعلاقة باهتمامك كل ما لحينشرون رسيج قيت لحينشر على موقعك قريبة من هاي اللي انت كاتبها فالبحوث لح تكون عدد بحوث هواية وتقدر تاخذ منه وتستفيد منها فسجل هنا جيد ما تقدر skills وexpertise انتهينا من هاي الفقرة او هاي النافذة احبتي وننتقل الى النافذة اللي على جهة اليسار